كل اللي قدر اقوله اهلا 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 بالناس اللي شغالة علشان خاطر الناس وحاجزي حالاتي بص يعني مثلا انا مضطر اقولك مثلا اعلى اعلى رعاية صحية في الدنيا فين؟ في كوبا انت شيع يا عم اه بس مش دي القصة ليه؟ لان الجماعة اللي في كوبا دول اهتموا بانهم يعملوا منظومة رعاية صحية لكل المواطنين بالمناسبة مفيش رعاية صحية لكل المواطنين كلهم كلهم غير في كوبا لقدر اكتنهم بقدموا الرعاية الصحية المجانية حتى للوافدية لو حد حصل اهلا وسهلا نخش المستشفى وتعالج ببلاش باراك اوباما في برنامجه الانتخابي الاخير في دورته الاخيرة قدم اوباما كير دي كانت بقى ايه؟ درة التج في برنامجه الانتخابي اوباما كير خمسين مليون مواطن امريكي ياه تصفيق حاد والاعلام ما سكيتش وقتها في امريكا مصر بتقدم برنامج اسمه التأمين الصحي الشامل لكل المصريين يعني تعدادنا دلوقتي اظن 104 مليون نروح نحكم امريكا بقى بالطريقة دي لو هنحط ده برنامج انتخابي خلوني ارحب بعد اذن حضراتكم بدكتور محمد العقاد دكتور محمد العقاد هو مدير الادارة العامة للرعاية الثانوية بهيئة التأمين الصحي الشامل يبلغ من العمر 44 سنة فييجي يوم اشوف الجيل بتاعنا بيتولى مهام مهمة وتغير في حياة الناس وتشجعهم وتحسسهم بان البلد مش محوطاهم واخدهم بالحضن دكتور محمد منوارنا ربنا اخليك حضرتك يعني شرف كبير ليه يكون محضرتك عفو ده احنا لا متشرفين ده كل واحد فينا هتشرف بوجودك معنا احكيلي على التأمين الصحي الشامل يعني حطيت المقارنة ما بين التأمين بتاعنا وما بين اوباما كير طيب نبدأ نشرح بصورة مبسطة كده للناس ايه هي منظومة التأمين الصحي الشامل منظومة التأمين الصحي الشامل هو حلم لكل مصري فينا انه يبقى هو عنده رعاية صحية محترمة في بيئة امنة طبيب بيشوفه ويعالجه هو او حد من افراد اسرته طيب الحلم ده القيادة السياسية تبنت هذا الحلم وامنت ديه وقالت لازم نبدأ نشوف القصة دي هتمشي ازاي اول خطوة وكانت الخطوة الجميلة او الفكرة الحلوة ان احنا يتم فصل الهيئات في منظومة التأمين الصحي الشامل ده جزء من التطور الطبيعي للحياة زي ما كلنا بنتطور في حياتنا وكل حاجة في الدنيا بتتطور فكان الفكرة ان احنا نتطور من القطاع الصحي القديم الى القطاع الجديد بان احنا نفصل هيئات تقديم الخدمة يعني ايه تم انشاء تلات هيئات الهيئة الاولى وهي هلاقي عام رعاية صحية دي بتقدم الخدمة الطبية بس فول ستوب انا هقدم الخدمة الطبية على اكمل وجه بجودة عالمية بجايد لاينز او مؤدلة عالمية لاحدث المعايير جميل الهيئة التانية هيئة التمويل وهي هيئة التأمين الصحي الشامل التي تمول هذه الخدمات الطبية حلو الهيئة التالتة المسؤولة عن تسجيل واعتماد المنشآت الطبية ومراقبة جودة تقديم الخدمة اللي الهيئة رقم واحد بتقدمها حلو فتم فصل التالت هيئات برؤساء هيئات مختلفين برؤساء مجالس ادارة مختلفين وكل واحدة فيهم بتشوف شغلها بس لانه زمان كان كل واحد فاللي بيقدم الخدمة هو هو اللي بيرائب نفسه ويقايم نفسه اللي بيدفع وبيدفع الخدمة فيقول انا حلو فبدأ يبقى فيه تطور ده نتيجة ان الحلم ده كان لازم يتطبق بشكل كويس زي المقدمة بتاعت حضرتك الجميلة طبعا عشان اقدمه واتطمن ان هو يوصل للمائة مليون ما هو لازم يبقى البيز او الارض الصلبة الاول هي دي البداية ففصل التلت هيئات القيادة السياسية لما فكرت فصلت التلت هيئات عن بعض فتم فصل التلت طيب نبدأ بالهيئة العامة العائية الصحية اللي انا موجودة النهاردة بمثلها طيب هي مسؤولة عن ايه تقديم الخدمة الطبية لكل المواطنين المشتركين في المنظومة منظومة التأمين الصحي الشامل من الالف الى الياء اي خدمة هيحتاجها هيلاقيها جوة التلت مستويات اللي هنشرحهم دلوقتي بمنطقة البساطة لدينا تلت مستويات لتقديم الخدمة الصحية البرائماري والساكندري والترشري او بالعربي المرحلة الاولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة طيب ايه هم دول؟ المرحلة الاولى دي من اول واحدة طب الاسرة ومركز طب الاسرة اللي احنا زمان كنا بنسميه الواحدة الصحية لا بالوقتي بقى اسمه وحدة طب الاسرة ومركز طب الاسرة ليه؟ لانه هو خلاص بقى ملف اللي بيتفتح للمريد ملف فردي او ملف عائلي لو هو انسان سنجل يعني او غير مرتبط فهو ملف فردي طب لو عيلة خلاص بقى ملف عائلي وهي الوحدة اللي بيقوم عليها التأمين الصحي دلوقتي وحدة العائلة ان لازم العيلة كلها يكون مؤمن عليها طيب المركز او الوحدة الطب الاسرة دول ايه اللي بيحصل فيهم؟ بيروح المنتفع من التأمين الصحي الشامل بعدما سجل في هيئة التمويل واقر اشتراكاته او دفع اشتراكاته وخلاص هو بقى مؤمن عليهم معاقل كرنيئة او الكرت اللي بيقول ان هو في دخل منظومة التأمين الصحي الشامل يبدأ يفتح الملف يبدأ يتعمله تاريخ مرضي يتم فحصه من الالف الى الياء كل الامراض الصادقة لو فيه امراض حالية لو فيه امراض تفوقت لها علاقة بالوراثة عشان نبدأ يبقى لوق ملف كامل الملف ده بيبقى كامل جميع التحاليل جميع الاشعاعات جميع الفحصات بقى من الالف الى الياء عندي فول هستري باست اند بريزنت يا يوسف باشا وبقى كل الملف ده موجود عندي بكليك صغيرة بين الوحدة والمركز والمستشفى في حالة الاحتياج هذا الملف موجود ده طبعا ما كانش يعني ما كانش في خيالنا كلنا طيب الخطوة رقم اتنين راح كشف واحتاج لحاجة بسيطة اللي هي بنسميها الاولية بقى اللي هي المرحلة الاولية خلص هياخد علاجه من طبيب الاسرة او طبيب النساء او طبيب الاطفال اللي موجود او لو محتاج تطقيف صحي او محتاج اي حاجة ليه علاقة بالوحدة او المركز هيخلصها ويروح بيته طيب المرحلة اللي بعديها لما راح لقينا انه هو محتاج حاجة اعلى شوية من امكانيات مركز او وحدة طب الاسرة يبقى نخش على المرحلة اللي بنسميها السكني او المرحلة الثانوية انه هو يروح بقى مستشفى يتم عن طريق هذا المركز او هذه الوحدة اللي هو موجود فيها الاحالة الاحالة دي بتتم في خلال 48 ساعة للمستشفى يئمة عيادة يئمة لو حاجة طبعا طرقة بيروح في ساعتها على طول بيتحول الى الطوارق بتاعت المستشفى لو حاجة محتاجة عملية او حاجة كبيرة او بيروح لعيادة متخصصة فلنفترض مثلا عيادة جراحة المخ والاعصاب دي مش جوه الوحدة مش جوه وحدة الطب الاسرة دي مرحلة اللي بعديها فيبدأ يروح للمستشفى طيب المستشفى لقيت ان هو محتاج حاجة ثالثية حاجة مثلا ادفانسد اللي هو بنسميه الطب المتقدم او الطب التخصصي زي اصطرت المخ والاعصاب حاجة ادفانسد جدا لا دي موجودة في القطاع الحكومي بس بنسميها المرحلة الثالثية او الترشي او الترشي دي المفاجأة بقى اه احنا احنا وصلنا يعني نكمل عشان يبقى الناس مركزة معانا بالزبط والناس تبقى ماشي معانا في الخط وصلنا للمرحلة الثالثة ان العيان بقى محتاج خدمة متقدمة جدا زي القساطر البتاعة المخ والاعصاب او اسطرة قلبية من نوع معين او دعامات دوائية من نوع معين وبالتالي بقى دي المرحلة او اللي هو بنسميه الطب المتخصص المتقدم وبالتالي بقى احنا عندنا ثلاث مراحل العيان كل مرحلة فيهم مدام خلصت في المكان اللي هو رايح فيه خلاص الحمد لله طب احتاج استدعى او احتاج ان هو يروح للمكان اللي بعده الاحالة للمكان اللي بعده بقت اسهل ومن هنا جي اسم مدير عام الرعاية الثانوية والثالثية اللي هي التقديم الخدمة من المستوى الثاني والثالث جوة المنشآت الطبية ده كده بمنتهى البساطة طيب هيجي على بالي مثلا سؤال افترضنا ان فلان الفلاني راح عنده اعراض هو مش عارف دي ايه بتعمل ايه فتعامل عليه الكشف وبعدين لقينا انه مثلا العلاج ده ممكن تبقى جراحة ما انا مفتيش يعني او علاج ما مش موجود عندنا فرصة تتخيل كل اي حاجة في دماغك وقل لي واحنا نفسرها مع بعض الناس اسمع يقول لك ايه لا دي الحكاية دي مش عندنا في مصر اسمع كده من زمان يعني من وانا صغير ده محتاج لازم يسافر برة طيب لازم نروح للمجالس الطبية المتخصصة وبعدين نستصدر له قرار من مجلس الوزراء علشان خاطر يعمل علاج على نفقة الدولة وبعدين نجيب له العلاقة نفقة الدولة وبعدين يسافر ولو العلاج ده طيب ده ليه حد مالي معين طيب هنشوف هنقدر نكمل له بقية الفلوس ازاي كانت بتبقى حدوطة وضعية لما محدش بيعرف يخرج منها إلا يعني من رحم ربي زي ما بيقى صحيح طيب احنا دلوقتي هنقول ان احنا اكتر من 95% من الخدمات العادية والأدفانسد اللي هي الطب المتقدم موجودة في القطاع الحكومي في الثلاث محافظات والأربع محافظات لان جنوب سينا خلاص دخلت الحمد لله الحمد لله الأربع محافظات اللي في المرحلة الأولى فيهم الحاجات دي كلها طيب انا هضرب مثال طبعا بدون ذكر أسماء احنا في محافظة بورسعيد أحد رجال الأعمال احتاج لعملية من العمليات المتقدمة وتعاملت في مستشفى من مستشفىاتنا جوه بورسعيد ما شاء الله وهي مستشفى النصر اللي هي أول مستشفى تم اعتمالها بالضبط حضرك عارف طبعا أنا عارف الكلام ده اتعاملت جوه المستشفى عندنا برغم أن هو كان يقدر يعملها في مستشفىات كتيرة جدا بس لأنه هو يقضى على النظام التأمين الصحي الشامل وهو مشترك وفق في المستشفى وشايف اللي بيحصل له والأقارب والعائلة والناس اللي بيشتغلوا معاها والكلام ده كله ثقته دي خلته راح المستشفى والاستشارين والأسادزة اللي احنا متعاقدين معاهم أو بيشتغلوا معانا اتعاملت ونجحت نجاح باهر رغم أن هي ممكن تعمل في مستشفىات خاصة بتتكلف من خمسمائة إلى مليون جنيه من خمسمائة ألف إلى مليون جنيه اتعاملت عندنا بنسب مساهمة حضرتك عارف طبعا الكلام بس 300 جنيه لحد الأقصى بالزبط كده لكن طب أنا هرجع ما ليش لنقطة طبعا طلع أنه الحكاية دي مش عندنا ولازم يسافر طيب خلينا نقولها بطريقة تانية احنا عندنا زي ما قلنا 95% مغطيينه طيب 5% الحاجات اللي زي كده في عندنا في مصر حاجات بنقدر نقوم بيها بس في مستشفىات أخرى وده التكامل بقى بتاع مشروع حتة المهمة بقى حلوة أو التكامل اللي في المشروع ده إن أنا بعض المستشفىات الخاصة ممكن أقدر أخذ منها الخدمة عن طريق هيئة التمويل اللي هي الهيئة رقم 2 أنا أخاطب هيئة التمويل بعد إذنكم أنا ما عنديش الخمسة في المية المتبقيين في الخدمات بتاعتي اللي هي حاجات very advanced أو حاجات لسه هندخلها في طور إن إحنا برضو عليك طب أعمل إيه بخاطب هيئة التأمين بتقرير طبي محترم عن طريق أسادزة واستشاريين يا جماعة العيان ده محتاج واحد اتنين تلاتة وإحنا عندنا جزء من الخدمات واستكمال الخدمات ده هيستوجب إن إحنا نوديه مستشفى تاني هيئة التمويل لإن فيه تكامل إن المريض بتاعي ده ما يخرجش في حتة تانية غير مصر إن شاء الله بس فهنروح لمستشفى تانية وهنكمل الجزء اللي متبقي عندنا اللي هو الخامسة في المية في المستشفى الخاصة اللي فيها الجزء ده ويرجع تاني لمستشفى بتاعتنا يكمل خطة العلاج بها وبرضو في التلتمية جنيه وبرضو في التلتمية جنيه أنا هطلع فاصل ونرجع بقى نشرح بمزيد من الاستفادة زي مبتر نخليكم معنا ودكتور محمد العقاد مدير عام الرعاية الثانوية والثالثية خد بالك بالهيئة العامة للرعاية الصحية مفيش حاجة مش متغطية فاصل ونكمل الكلام طب هو ما ينفعش انه الرعاية الصحية في مصر تتطور بالطريقة دي وإحنا ما نتطورش إحنا كمان فإحنا مع بعض ومع دكتور محمد العقاد يبقى فيه عندنا زي فيديو جراف يعني نشرح لحضرتك كده بقى بالصور وبالفيديوهات وحاجات وحركات إيه اللي بيحصل في هذه المنظومة دكتور محمد هنبدأ مع بعض دلوقتي نعرض السلايدز بتاعتنا أو الفيديو جراف بتاعنا وطبعا مش عارف أشرح حاجة نعرض أخر أشرح اقتصاد صحة طبعا استحالة أول حاجة بتقول 3 أعوام من الإنجازات لمشروع التأمين الصحي 13 مليون خدمة طبية طيب 13 مليون خدمة طبية حصلوا إزاي الأول نقول إيه خدمة طبية الخدمة الطبية بتبدأ من أول زي ما اتفقنا المرحلة الأولى الخدمات المقدمة داخل الوحدة والمركز طب الأسرة اللي هي المرحلة الأولى مرورا بيه عيادات المستشفيات مرورا بالمعامل بالأشعات إحنا بوصل عندنا دلوقتي معامل وأشعات إحنا الرنين بيتعامل في القطاع الحكومي خلاص يعني piece of cake زي ما بنقول خلاص كده مش مضطر إنه ناخد بعض وأحجز في مكان بعيد عشان أروح أعمل لا خلاص إحنا الأشعة المقطعية والرنين بكامل هيئته موجود خلاص معامل كل المعامل اللي في الدنيا موجودة وزي ما اتفقنا بعض الحاجات النقصة اللي هي الخمسة في المية بستعين بالهيئة التانية رقم اتنين عشان توفرها لي في حاجة موجودة حوالي وهي فكرة التكامل إن إحنا لازم كلنا جوه كله محافظة هنتكامل عشان نقدم الخدمة للمنتفع بالتأمين الصح الشامل إن المية في المية يوصلوا له طيب 13 مليون دول عبارة عن إيه 7 مليون خدمة في بورسعيد لأن بورسعيد كانت النواة وهي المحافظة رقم واحد وأكتر من 3 مليون في محافظة الأسر وهي المحافظة رقم اتنين وأكتر من 3 مليون في محافظة اللي اسمعلي دول 13 مليون خدمة طبية اللي قدمناهم في 156 مشاء طبية دول تابعين لهيئة العم رعاية الصحية حلوة قوي تعال ناخد اللي بعدها سلايد اللي بعدها بتقول 19 مستشفى تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في المحافظات الثلاثة اللي هم بورسعيد ولقصر والإسماعلي احنا دخلنا جنوب سيناء مؤخرا دخلنا مستشفيتين وهي مستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفى رقص فدر والمستشفيتين دول حضرتك عارف إن احنا إن شاء الله بإذن الله مصر هتستضيف مؤتمر المناخ ودي هتبقى حاجة يعني إن شاء الله بإذن الله يعني قوية جدا والقيادة السياسية مهتمة جدا جدا بمحافظة جنوب سيناء إن شاء الله بإذن الله هيبقى فيه منظومة صحية إن شاء الله يعني لما هتيجوا وتشوفوا هتبقى حاجة قوية جدا يعني هتشرف مصر بإذن الله شاء الله جدا طيب تعالوا نشوف اللي بعد أنا عجبني بلده السطر بتاع الجودة العالمية ده مهمة إحنا قلناه إحنا قلناه حاجتين إحنا قلناه إحنا بنقدمه وفيه هيئة بترقب عليه يعني أنا مش بس بقدمه وأنا بقول كده أنا بقدمه وخلص وخلصنا عليه وخلصت واتبان سنة وسنتين هيقع حضرك عارف إن أي حاجة وذوة سوبرفيجن أو بدون رقابة هتنهار إحنا بنرقب من نفسنا بطرق معينة لو فيه وقت إن شاء الله نشرحها على الهوى وفيه هيئة تانية ملهاش علاقة بي بتيم مختلف برئيس هيئة مختلف بمجلس الدراءة مختلف بترائب على الجودة اللي إحنا بنقدمها بعد ما بتسجل وتعتمد المنشآة الطبية فالنظام تم حوكمته إن إحنا نفضل أو نمنتين نقدم الخدمة بطريقة محترمة وبجودة عالية وإحنا حطين معايير على مية حلو قوي نقولها مع بعض بعد معايير على مية خمسة وتمانين ألف عملية تروحتوا فيه اللي فاتت ملحقنهاش دي مية خمسة وتمانين ألف عملية تم إجراءهم حقيقة وكلهم تحت تغطية هما دول تحت تغطية مظلة التأمين الصحي الشامل في 19 مستشفى وزي ما كنا بنقول هما 300 جنيه آخرنا إحنا شوف اتفقنا وضربنا مثال إحنا ممكن بنأول العملية الصغيرة لغاية العملية اللي بتكلف مليون جنيه لن يتكبد منتفع التأمين الصحي أكتر من 300 جنيه في المرة دي اللي دخل يعمل فيها هذه العملية بأي أن كان تكلفتها يعني لقدر الله أدخن عملية بفحوصاتها وتحاليلها وأشعاتها والعملية ذاتها والحاجات اللي هي والإقامة ولو دخل رعاية والمستلزمات كل حاجة كل حاجة فتكلفت مثلا مليون جنيه هو هيدفع 300 جنيه طب بعد ما بروح الدكتور بيكتب لي روشتة يقول يدوم على ده لمدة شهر وكده بتجي لي استشارة هيخدها هو في القوضة قبل ما يلم حاجته ويمشي ياخد الدواء بتاعه الدواء بتاعه مكتوب اسبوع عشر تيام اسبوعين أي أن كان الوقت اللي مكتوب له لغاية إعادة المتابعة حدك عارف بعد ما بيعمل عملية فيه متابعة بعديها أي أن كان الموعد بياخد هذا الألاج المدة كلها لغاية لما يرجع لنا تاني بالسلامة في المتابعة يرجع في المتابعة برضو ما بدفعش أنا ما أمحبش أنا طيب تعالوا ناخد اللي بعدها أيوة خمسة وستة من عشر مليون خدمة طب أسرة كنتم بتقول لي عليها بقى بالزبط كده وحدة طب الأسرة وحدة طب الأسرة ومركز طب الأسرة كل الخدمات اللي موجودة تفقيف صحي النساء الأطفال فيه بنعمل بقى المبادرات الرئاسية وبعض المبادرات اللي بتفيد الصحة العامة مبادرة الكشف عن أطفال المدارس كل أطفال المدارس بنعملهم كشف من زي ما بيقولوا من الإبرة إلى الساروخ كل حاجة تحليل كشفات أسنان ليه لو في أي حاجة بدري نلحقها طب مش لازم استنى لما المواطن بتاعي أو الطفل بتاعي وطفل بتاعي المستقبل طبعا لو أنا بدأت به خلاص أنا اتطمنت على المستقبل لحد كبير صح طب لو أنا اللي حقته هو صغير وأنا كده كده مغطي أنا عامل تغطيل 3 محافظات و4 دلوقتي وإن شاء الله آخر السنة هيبقوا 6 وهكذا وهنبدأ نجري إن شاء الله بإذن الله في المشروع طب لو أنا بدأت من سن الأطفال ما خلاص ما هو هحميه وهو كبير من مشاكل أكثر ده من وهو جنين في بطنه ممتو ده طبعا ده بقى متابعة النساء رضو عليك ده بنسميها الأنتي نيتا الكير ده بقى من أول ما تحصل الولادة وتبدأ تتابع مع الدكتورة أو الدكتور اللي في مركز طب الأسرة اللي هم عارفين بعض بتتابع معها بموعيد دورية حلو ده كمان لو تعبانة بيروح فريق لغاية المنزل يتابعها الحاجات دي مش أحلام وإنت وعديني هتيجي معايا يعني لو الأم تعبانة شويتين ومش قادرة تنزل الفريق بيروح له أيوة الدكتور أو الدكتورة بيروحوا معاها حد من مساعدين والمبادرات بتاعتنا بتتعامل كده إن إحنا بنوصل لغاية البيوت وبنوصل لغاية النوادي بالزمة ده عندنا في مصر بالزمة بالزمة أنا بزمي مكدب جد عندنا طب مش أنت وعدتني في الفاصل هنطلع مع بعض هنشوف ماشي إيه اللي بعده ده كلام حلو قوي يعني أهو ده بقى ياليل طول فعلا مية وعشرين ألف عملية دول بقى اللي هم إيه عملية فائقة الدقة من المية وخمسة وتمانين من ضمن المية وخمسة وتمانين مية وعشرين اللي هما جراحات متخصصة أوكي يعني إحنا عندنا خمسة وستون ألف عملية دول اللي هي الجراحات العامة أو الحاجات اللي هي تخصص جراحة طبعا وفيه دقة طبعا أساتذتنا في الجراحة واستشاريين جراحة ولكن مية وعشرين ألف عملية دول التخصصات بتاعتهم دقيقة ولو حديmiş دي بقى زى الأسطرة مخ مشهر بالزبط كده الأسطر معينة طريقة معينة في القلب وهكذا دي 120 من الـ 185 ألف خش على بعض هذا الموضوع بيزدنا إبهارا كل ما بنا استحداث العديد من حزم الخدمات العلاجية وبأعلى المعايير العالمية الجديد المنتفين بالمنظومة يعني استحداث حزم خدمات علاجية حزم خدمات علاجية يعني زي ما احنا قلنا كده ببساطة عشان الناس ممكن ما تبقاش فهم يعني حزم خدمات علاجية الخدمة العلاجية اللي هي نوع العلاج أو خطة العلاج طيب فيه ناس دلوقتي ما كانتش في القطاع الحكومي تقدر تعمل قسطرة متقدمة تغيير شرايين دعمات دوائية بطريقة معينة تغيير صمامات عن طريق فتحة صغيرة جدا مش شق القلب المفتوح اللي احنا كلنا نعرف لازم تفتح كده لا فيه عمليات دلوقتي بطريقة حديثة جدا طب ده ما كانش موجود في القطاع الحكومي زي ما قلنا احنا الدنيا بتتطور فلازم احنا كمنظومة جديدة نتطور فبدأنا نستقطب افضل اسادزة واستشاريين بيعملوا الحاجات الحديثة وبدأنا نجيب لهم المستلزمات والادوات اللي هما محتاجينها حل فبدأنا نوفر بيئة كويسة جدا ودايما حدك عارف زي ما حدك قاعد دلوقتي استوديو هادي شكله جميل حضرتك بتاخد المرتب اللي انت عايزه فالدكتور يعني اتمنى اتمنى اخد المرتب اللي بيعمل بي ده انا اتمنى يعني منكرش طب احنا مرتب حلو فاضل وعدل من عند ربان بحر يحب زي فالطبيب بقى بيشتغل في بيئة امنة بقى الى حد كبير جدا بيلاقي كل مستلزماته وكل الادوات اللي هو محتاجها بياخد مرتب الى حد ما عادل حلو فبدأت بقى المنظومة كلها متكاملة عشان يقدم الخدمة حلو فبدأت يبقى فاضل ايه بس مهرته طبعا فاستقطبنا امهر واشتر الناس في التخصصات دي فبدأنا نقول ايه ان احنا استحدثنا جوه المنظومة والقطاع الحكومي حزم خدمات اللي لم تكن موجودة او كانت موجودة بس الليفل معي احنا لقى عدينا هذا الليفل وبدأنا ناخد كل الخدمات اللي موجودة تقريبا في القطاع الخاص او بر سؤال بتاع حضرتك من شوان يعني ساعات انا مش عايز اطول قوي عشان عايز اخد كله بس ساعات كده يقولك العملية دي احسن حد بيعملها وبمنتهى الدقة الاستاذ الدكتور فلان الفلاني بس هو خلاص يعني الرجل مثلا ممكن يكون عنده المستشفى بتاعته او بيحضر في عياته ويروح يجري عمليات في مستشفى معينة عمدين اذا نقدر نتكلم معاه ونقوله بعد اذنك احنا عايزناك تجري العملية دي عمدين احنا نظام التعاقد مع الاسادزة والاستشاريين الامهر في تخصصاتهم مسموح لنا ان احنا نتعاقد بنظام عدد ساعات معينة يتواجد جوه المستشفى او نظام الحالة بعض الاسادزة زي ما حالك قلت هما فيجرز قلنا نتفق ان الناس دي فيجرز في اماكنها ووقتو مهمة جدا دكتور عدل امام دكتور مجدي عقوب دكتور واكذا طبعا الناس دي بتيجي تشتغل الحالة اللي هي محدش غيره بيعملها او لو هو قال لنا انا فيه فلان الفلاني ارشحه يبقى هو بيعمل العملية دي او بيعمل الاسطرة دي او هذا النوع من العمليات بنفس الطريقة بنفس الجودة خلاص ترشيح السير مجدي عقوب مثلا زي وحكي ترابط او اي حد من اسادزتنا او الاستشاريين ترشيحه لنا بمثابة ثقة خلاص وبالتالي خلاص انا هجيب فلان الفلاني هيعمل لي الحالة دي خلاص ابقى انا مبسوط ان الخدمة عملت عندي جوه المستشفى جميل وبقى عندي فجر الناس وثقة فيه والناس عرفاه اه هو اللي جه فانا كسبت انا ده زي ما يقولوا وين وين ستيوش صح انا كسبان الكل كسبان الكل كسبان العيان بتاعي اللي انا نفسي اعمله العملية عندي ما يطلعش برا وفي نفس الوقت الفجر بقى اسمه اتاتشد معايا طبعا زي ما احنا في مستشفى النصر السير مجدي عقوب هو الى كون لنا وحدة القلب صحيح وهو اللي سايب التيم بتاعه عايز اقول لحضرتك يعني حاجة بتتعمل اساطير من الخياة طبعا يعني احنا بنوحاكي اللي بيحصل هناك بالتيم بتاع دكتور مجدي ما شاء الله طيب عايز اخد اللي بعده يقول لكم بيزيد ابهارا تعالوا منشوف بعد الاستحداث ايوة حلو اكتر من خمسة مليون مواطن بالفعل تم تسجيلهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات بتاعت المرحلة الاولى بورسعيد لقصر اسماعيلية اسوان السويس جنوب سينة خدت بالك من حاجة جنوب سينة لا اسوان والسويس ما دخلوش خد بالك من اللي هقوله بقى اسوان والسويس ما دخلوش ولكن الناس سجلت فيهم ليه عشان سامعوا من التلاتة اه الناس بدأ ان تسجل فعلة انت سجلت المرحلة ان الناس سجلت لا ده ارقام كبيرة احنا كسرين الـ 70 والـ 80% في التسجيل في المحافظتين اللي ما فيهمش اللي ما فيهمش اللي هم اصدر مش جوه المرحلة دي لا هم في المرحلة الاولى بس لسه ما دخلناهمش هيفشوا في خلال الـ 4-5 سورة اللي جايين بإذن الله لا فاحنا بنتكلم ان فقط الناس بدأت لما سمعت الورد في موث هي دي الناس سمعت بدأ كلام بيتردد ان التلات محافظات دي الناس بدأتش بتخرج براهم الناس بتاخد خدمة كويسة فبدأت الناس تسجل عشان أول ما تدخل هيئة الرعاية الصحية وتبدأ تقدم خدمات منظومة تأمين صحي الشامل يبقى الناس دي مسجلة قريدي ما يبقاش لسه هيبدأ يسجل من الأول فأصبح فيه ثقة ومصدقية هي دي وهو على فكرة المحافظتين دول أكتر محافظتين احنا فرحانين بيهم طبعا جنوب سينة دخلت خلاص بس قبل ما تدخل كان نسبة التسجيل فيها معدية 80% قبل ما ندخل حلو النسب تخلينا احنا بنبقى فرحانين وده اللي بيخلينا نكمل يعني احنا ممكن نكون بنتعب وبس كله عشان خطر في الآخر عينين وفي الآخر الأرقام دي بقى طب احنا هم تقريبا كم مليون اللي المفروض يسجله في 6 محافظات حوالي 6 مليون فاحنا أكتر من 5 مليون يعني كسرنا 80% من المفروض يسجله على مستوى 6 محافظات عمليان وصل لحوالي 85% تقريب طيب تعالوا ناخد اللي بعدها يا جماعة 104 منشاقة معتمدة هسأل معتمدة من مين ومسجلة بربع محافظات للتأمين الصحي الشامل منهم 60 منشاقة مسجلة 44 منشاقة صحية معتمدة برضو هسأل حكاية معتمدة وفقا لمعايير الاعتماد القومية المعترف بها عالميا من منظمة الأسكوا الأسكوا هما الأول 104 منشاقة تم تسجيلهم واعتمدهم زي ما اتفقنا في أول الحلقة الناس اللي فاتتهم المقدمة بتاعتنا ان احنا الهيئة رقم 3 في منظومة التأمين الصحي الشامل بتسجل وتعتمد المنشاقة الطبية بمعايير تم الاتفاق عليها قوميا يعني جوه البلد من ناس كلهم بتوع جودة وناس بترائب منشاقات صحية من سنين السنين وبالتالي هما اشتغلوا بقى في الجي سي آي فبعض الحاجات اللي هي بتقدم الاعتماد في مستشفىات بره حزر اتعملت الهيئة دي من كل الخبرات دي وبقت اسمها هيئة الاعتماد والرقابة بتعتمد وتسجل المنشاقات وبعد كده ترائب عليها خلينا نركن الرقابة على جنب دلوقتي عشان هنا منتكلم في التسجيل والاعتماد طب هيئة الاعتماد دي بتعمل ايه؟ حطت معايير تم الاتفاق عليها في مصر راح اتمقدمها هذه المعايير لمنظمة الصحة العالمية لمنظمة الاسكوة العالمية اللي هي بتعتمد معايير الجودة في المنشآت الطبية حلو حلو كده خدوا أبروفل انتو المعايير اللي انتو حطينها دي تتفق معانا تتفق معانا وبالتالي بقتوا معتمدين من عندنا فبقت المعايير اللي محطوطة في هيئة الاعتماد والرقابة معترف بيها قوميا وعالميا فينزل التيم بتاع هيئة الاعتماد والرقابة للمنشآت الطبية رقم واحد يبدأ يجيب الشيكليست بتاعته المعايير من أول فرض الأمن لغاية المخسلة والتعقيم والمطبخ حلو ويبدأ ياخد الشيكليست بتاعته دي اللي هي ورق كتير جدا وهو معايير ويبدأ يرائب على مدار 3 أو 4 أو 5 أيام يفضل قاعد معانا 3 أو 4 أو 5 أيام بيرائب الخدمة كلها من ساعة ما العين يدخل من عند فرض الأمن برا لغاية هو خارج حلو ملفات طبية نظافة تعقيم مستلزمات نظام العمليات كل حاجة حلو يخلص يحط سكور ويقول المستشفى دي تم تسجيلها أو تم اعتمادة حسب ما احنا التقديم بتاع المستشفى في التسجيل والاعتماد فوصلنا نحن الحمد لله بقى فيه 60 منشاقة مسجلة و44 منشاقة معتمدين منه وال60 دول بيبقى الخطوة اللي بعديها الاعتماد الزبط التسجيل دي المرحلة الأولى بتبقى شروطها أقل شوية المرحلة اللي بعديها الاعتماد اللي هي تم الموفق عليها من الأسكوا وحاجة عالمية وانا عرفت الكاتالوج خلاص فكده الطريق بقى أسهل يعني انا كده عندي معايير في 44 منشاقة زي زي بلاد برة بالزبط بالزبط خش على اللي بعده عوض سكوتش شغالني ايوة كده اكتر من 4 مليون ملف طبي إلكتروني ايوة للانتفاع بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الثلاث محافظات الرئاسيين او القوة الأول برسعيد والقصر واسماعيلية يعني ايه الملف الطبي الإلكتروني ده اللي احنا قلناه من شوية ان انا إلكترونيك ميديكار ريكورد اوك ان انا الملف الطبي اقدر اشوفه في كل حيط بالزبط شبك اه فمحمد يوسف اللي هم ملف طبي جوه المنشأة الطبية رقم واحد انا عن طريق الإلكترونيك ميديكار ريكورد ان انا حضرتك الملف بتاعك لو رحت المستشفى X وبعديها مستشفى Y كل ما هو تاريخ طبي او مرضي او علاج او عمليات تم نقله طيب كمان بقى فيه سيستم ان انا اقدر اشوف فايل العيان كله في كل الاقسام يعني في اسم الطوارق ممكن بعد كده في العيادات الاول في اسم الطوارق في الاسم الدخلي في اسم الرعاية المركزة وهكذا مفيش بقى اللي هو هننزل لجيب ملف من تحت هننزل ندور على الملف من تحت اه خلاص انا قدامي الكمبيوتر وخش على السيستم اسم العيان والكود بتاعه اللي هو بنسميه patient identification number او رقم بتاع العيان الكود بتاعه هيطلع على الملف بتاعه هشوفه وابدأ اشوف اللي انا محتاجه من جوة الملف حلو جدا التالي حلوة التالي دي هنزل فايشوف طيب ثلاث محافظات محافظات المرحلة الاولى بيتخطى المسجلين فيها حاجز المليون مواطن اسم عليها لقصر اسوان بس دي احنا اشارنا لها بالفعل اشارنا لها بس برضو عايزك تاخد بالك من اسوان ايوة زي ما قولنا في المرة مايكانت 100% من خدمات وحدات ومراكز صحة الاسرة بمحافظات برسعيد والاسماعيلية والاقصر مايكانت الخدمة يعني ايه مايكانت الخدمة هي تبقى الكترونيك انها زي ما اتفقنا كده من شوية الملف الالكتروني الملف الالكتروني والخدمات كلها تبقى مميكانة طب ليه احنا ما كتبناش هنا والمستشفيات عشان احنا ما نقولش معلومة خاطئة لان احنا لسه المستشفيات ما وصلتش مية في الماء اجزاء منها كبيرة جدا وطبعا ده حاجة صعبة ان انت تميكن لكن وحداتهم لاكز طب الأسرة 100% مية في الماء الحمد لله المستشفيات جاري العمل عليه اه وصلنا لنسب كبيرة جدا الحمد لله هنعملها في الحلقة الجاي يا رب يلا بينا اللي بعد الانتهاء من اعمال الميكانة والتحول الرقمي داخل 117 منشاقة طبية في محافظات باردو بورسعيد والقصر والاسماعيل نفس اللي احنا اتفقنا عليه اللي هما الوحدات والمراكز كلها انتهى فيها الحمد لله اعمال الميكانة والمستشفيات برسنتج جبيرة جدا فيها فالمية و 17 دول هما كلهم اللي هي المراكز اللي احنا قلنا عليها ودول بيغطوا التلات محافظات بالكامل بالكامل ما فيش شبر مش متغطي زبطة اعم يعني انت دارس بقى وفاهم الكلام ده طبعا على قدي لا ازاي الخدمة غير المنتج اعم المنتج اعرف ايشه صح انا هعرف كفاءة المنتج ده اشتريت موبايل اشتريت عربية اعرف ايش كفاءة المنتج اعم ورقبها كويس لو الدكتور مش مبتسم في وشي فانا هروح شكرا هي بالزبط كده مع انه ممكن يكون هي دي ابتسامته بس انا مش مش حاسك مش اه بالزبط مقاير كده اه هو شكله متغير من ناحيتي ومش متغير من ناحيتك ولا حاجة فالخدمة دايما صعوبتها في قياسها ان انت ازاي تقيس الخدمة فبدأنا نفكر اتعمل اول حاجة اسمها رضاء المنتفعين حلو ادارة ادارة عامة فيها فريق كبير جدا انا دايما بقولهم يعني انتو الوحوش والزاي ما بقوله وحقة الصد بتاعنا اعم لانه وحقة الصد لانه هو اللي بياخد العيان في البيشن جيرني او رحلة المريح رحلة المريح من اول ما يدخل من عند فرض الامن صحيح لغاية لما يستلم موظف الريسابشن هو يتوجه سوء استقبال طوارئ عيادات اسم دخلي رعاية مركزة عمليات من اول ما يدخل من باب المستشفى لغاية وهو خارج فيه واحد مسؤول عن الجيرني دي او الرحلة بتاعت العيان جوه المستشفى اسمه دكتور او موظف او اي حاجة من فريق رضاء المنتفعين بيرائب الرحلة دي بيعمل استبيان قبل وبعد كل خطو استبيان في الاول واستبيان في الاخر ولو فيه خدمة او حاجة حس بيها زي بحقك قلت كده انا دلوقتي حس الدكتور ده عاملني وحشة يا دكتور ودكتور رضاء المنتفعين يبدأ يتكلم معاه طب ايه اللي حصل احكيلي ويبدأ يحل المشكلة دي فبقت المشاكل اولا بتتحل اول باول بقى انا بنقيم الخدمة في خطوات وراء بعضها فما بقاش بيحصل عندك ميسليدينج او يعني ان انت بتفقد حتة ان انت تتقيم الخدمة فبدأت خطوات تبقى اقرب كل خطوة بتتقيم لوحدها وبنحاول نردي او نصلح الخطوة اللي قابليها لو كانت مش عجبة المنتفع لو هو عنده حق فيها لازم اتتصلح تمام وبالتالي وصلت ان هي بقت ادارة عامة كبيرة جدا كل منشاقة طبية في هذه الادارة طب هو نسبة الرضا عموما في الدنيا يعني او في البلاد اللي هي المتقدمة يعني بتبقى كم في المية من 90 ل94 من 90 ل94 فاحنا ان رينج زي ما بتقال كده في ونقل التحليل الزبط كده طب شفت انه هو راسلي تحليل لا ليل بعدو يا جماعة ايوا دي بقى اسمها كونكت كير ايوا ماشي اول منصة تفاعلية رقمية اطلقتها الهيئة بين اعضاء المهن الطبية بالهيئة وفروعها ومنشآتها تسهم في تبادل لا اشرح لي الموضوع كده بيكبر من طب ممكن الخصها يعني عشان لو الناس كونكت كير هي شبه الفيسبوك بتاعنا يعني ايه يعني احنا عملنا فيسبوك تقريبا خاص بينا في كل حاجة تبادل المعلومات والخبرات كل حاجة كل الدكاترة في كل الفروع حدك شفت بقى احنا فيه في اقليم القناة وفيه في الصعيد وفيه كذا مكان وفي جنوب سينا دلوقتي فاحنا كل ده بقى انا عايزين نربطه في منصة يعني تسهل على الناس اللي موجودة تتواصل مع بعضها طبيا معارفيا تتواصل حتى في بعض الحاجات الاجتماعية لو فيه ايفنت جوه الهيئة مؤتمر حدث علمي او حدث فيه حاجة نبدأ كلنا نتشارك فيها فالتفاعل والمشاركة دي في الاخر خالص بتخدم المستفيد بالزبط فبقيت بالزبط كده انت المنصة دي قربت الناس كلها مع بعضها قربت الفروع من بعضها بقينا نقدر نتكلم الدكاترة بقيت بتعرف بعض بقيت حتى بتسهل علينا الخطوات اللي بعد كده طبع لو انا فيه دكاترة هتنتقل من محافظة لمحافظة الدكاترة اللي عندهم مشكلة بعض الناس اللي عندهم مشاكل تبعت لنا وتبدأ المنصة دي تتفاعل بصفة دائمة حلو جيد تعالي ناخد اللي بعدها اول مستشفى افتراضي يرتبط بالعيادات المتنقلة مع مستشفى افتراضي دي بقى دي كتئة جديدة وموجودة في اماكن التجمعات البدوية لخدمة اهلينا في جنوب سين لا اشرح لدي طيب نقول بقى اول مستشفى الافتراضي هي احنا احنا قريدي دلوقتي التطبيب عن بعض طبعا حضرتك فهمه كويس هنقوله بسرعة للناس ان احنا فبعض الاحيان يبقى فيه مستشفى الخدمة اللي فيها محتاجة استاذ كبير زي ما اتفقنا من شوية هذا الاستاذ الكبير او الاستشاري موجود في مستشفى تانية تابع علينا او تخصصين واحد موجود هنا واحد موجود هنا فبدل المعود انقل العيان للمستشفى اللففه اللففه يعني او الدكاترة الاثنين ينفقوا وقت طويل لحد ما يجري دا يروح هنا ودا يروح هنا طب ما انا خلاص انا الاستشاري موجود في هذه المستشفى واستشاري التخصص التاني موجود في هذه المستشفى فانا اقدر دلوقتي ان انا عن طريق جهاز معين اللي هو التالي ميدسن او التطبيب عن بعض ان انا اعمل زي فيديو كونفرنس الطبيب اللي موجود مع الحالة يعرض على الاستشاري او الاستاذ اللي في هذا للرأي في اسرع وقت في لحظتها زي ما بيدي طب ليه جانوب سينة لان جانوب سينة حباك عارف ان هي طبعا من مساحة كبيرة وعندي تجمعات مدوية واسعة حلوة اوي طيب اطلاق 35 مبادرة صحية دي اخر حاجة معانا توعاوية منذ اطلاق المنظومة في بورسعيد في يوليو 2019 واصبح فيها عندي مسادة منها نسبة 100% فيه ده طب خطبالك اه صحتك سروتك ممكن نجابها تاني بعد اذنكم صحتك سروتك هتقولنا صحتك سروتك بعد كده عندنا السياحة العلاجية نقولهم مع بعض طيب صحتك سروتك دي كانت اول مبادرة للرجال حلوة احنا انت عارف ان مبادرات الرئيس كانت كلها دايما بتهتم بالمواطن ايوه او الستات هم طبعا يعني حظوهم احسن مننا في المبادرات هم مجدع مننا اه ف احنا قلنا طب ما نبدأ ندي الرجل اولا ويا بالذات في الصعيد بدأنا بالصعيد وقلنا هنعمل صحتك سروتك لامراض البروستات حلو انا كنت شاهد الحمد لله عزيزي المبادرة تعمل عشر تلاف تحليل وكشف لامراض البروستاتا في اللقصر والحمد لله كانت من انجح المبادرات اللي اتعملت دي واحدة من المبادرات فعلا اللي انا ببقى فخور ان انا كنت مشارك فيها طيب المرعات في مصر دي مبادرة دي مبادرة للسياحة العلاجية زي ما احنا قلنا كده سريعا ان احنا عندنا في اللقصر وعندنا في جنوب سينة مستشفيتنا ومنشآتنا الطبية طب المكانين دولا انا عايزة استفيد بيهم حلو فبدأنا نستفيد بيهم ان احنا نستقدب الاجانب في التخصصات اللي عندهم نوت كافرد بالتأمين يعني عندهم مش متغطية بالتأمين ايوة فدي مهمة فهيدفع فيها فلوس انا مش هجيب الاجانب فييجي ينورني هنا فييجي هنا وابدأ انا اخد بالي منه بالزبط كده ويدفع ويدفع اهم حاجة حط يورو ودولار دكتور محمد نورتنا وشرفتنا بص هو الوقت جاري بينا حبتين بس احنا على وعده واتفقنا ان شاء الله ان شاء الله هتلاقيين مبيتلك في الاسماعيلية هناخد وقت اكتر وبرحتنا ونتفرج على صرح من صروح المنشأة في محافظة الاسماعيلية فنورتنا وشرفتنا اولا شكرا ليك شكرا لكل الناس اللي بتشتغل معاكم في المنظومة بفرعها التلاتة وبإذن الله الى لقاء مرتقب عندكو بقى في الاسماعيلية تنورنا الف الف شكر ليك شكرا ليك انا مفصول ان انا كنت معاكم ده احنا اللي تشرفنا و الف شكر مرة تانية وده بيحصل هنا في جمهورية مصر العربية عزيزي دي الجمهورية الجديدة سلامات اشتركوا في القناة